اشتركوا في القناة الى تغارير حول حالة الملاحة في المياه الاغليمية اليمنية لسيما قطع البحر الاحمر مشيدا بمستوى التنسيق بين الاجهزة المعنية ومشددا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين خفر السواحل والهيئة العامة لشؤون البحرية للارتغاء بمستوى الخدمات البحرية والمساهمة في تحقيق الامن والاستقرار على امتداد الشواطئ اليمنية بالمناطق المحررة تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح عددا من المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها بمدينة المخى بمحافظة تعز ضمن خطة متكاملة لتطوير المدينة واعادتها الى مكانتها التاريخية كواجهة سياحية وتجارية ونافذة يمنية مهمة على شريط الساحلي واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي على سير العمل في بعض المشاريع ومراحل تأهيل المساحة المخصصة لتنفيذها وحث المهندسين على مراعاة المواصفات والمقاييس المعتمدة في الخطط بما يضمن جودة تنفيذ المشاريع الحيوية ناقش مجلس الوزراء في اجتماع عقدة برأسة رئيس المجلس دكتور معين عبد الملك عددا من المواضيع والمستقدات وابرز الملفات الاساسية التي تتصدر عمل اولويات الحكومة في مختلف الجوانب ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التعجيز المالي لمعالجات غضايا الموظفين العسكريين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية وفقا لتغرير وزير الدفاع وبناء على توجهات مجلس القيادة الرئاسي ووجه وزيري المالية والدفاع بالتنفيذ والرفع إلى المجلس بالنتائج وحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بالمساعر الأممية لإحلال السلام في بلادنا بناء على الجهود السعودية والعمانية مجددا التأكيد على تعطي الحكومة الإيجابي مع كافة المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام والسعادة مؤسسات الدولة قالت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مارب أنها تتابع التطورات بمديرية مارب الوادي وما تقوم به العناصر التخريبية من جرائم قتل وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة وشارت اللجنة إلى أن تلك العناصر لها سوابغ إجرامية وصدرت بحق عدد منهم أوامر قبضا قهرية سابقة من الجهات القضائية وأن ما صدر عنها من بيانات تحرض على العنف والتهيئة للأعمال الإرهابية ضد المنشآت النفطية السيادية يكشف حقيقة نواياها وزيف ادعاءاتها الكاذبة بغطاء قضايا مطلبية وأكدت اللجنة أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون في إحماية المصالح العامة وستتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه المساسة باستقرار المحافظة ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غطاء غزة إلى 20.688 شهيدا والقرحة إلى نحو 54.566 قريحا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في اليوم الثمانين منذ بدء العدوان وفادت مصادر طبية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين إضافة لعدد من المفقودين قراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لعدة منازل في الحي الهولندي غرب المدينة كما استهدف طيران الاحتلال بغارات متواصلة منازل في خان يونس دينوب قطاع غزة ارتقى على إثرها عدد من الشهداء اتهاى موجز الأخبار الصباحية قدمناه لكم من قناة عدن الفضائية إلى اللقاء